تتواصل أنشطة مهرجان اللغة العربية وثقافتها في ميلان الإيطالية والتي تنظمها جامعة القلب المقدس بالتعاون مع هيئة الشارقة للكتاب مفدنا إلى ميلان محمد السويدي والتفاصيل مواضيع عميقة ونقاشات ثرية تمحورت حول المعاجم التاريخية للغات وأهميتها وأثرها خاصة مع عظم مشروع أنجزه صاحب السمو حاكم الشارقة للغة عريقة لها مكانتها وحضورها في تاريخ الأمم والحضارة وهو مشروع المعجم التاريخي للغة العربية تلك المواضيع والنقاشات كانت في مهرجان اللغة العربية وثقافتها المقام في مدينة ميلان الإيطالية والذي ينظم من قبل جامعة القلب المقدس وهيئة الشارقة للكتاب حيث قدم الدكتور محمد صافي المستغانمي الأمين العام لمجمع اللغة العربية في الشارقة محاضرة حول المعجم التاريخي للغة العربية ودور الشارقة وحاكمها في الجهود المبذولة لأجل هذا المشروع الشارقة في الحقيقة تمثل همزة وصل الثقافة همزة وصل الثقافة العربية الإسلامية وصاحبها وأميرها ورائد بيانها يقول صلوا بين الناس صلوا بين العرب يأتي هذا اللقاء اللقاء الذي عدته وأشرفت عليه جامعة القلب المقدس في مدينة ميلانو الإيطالية في إطار إحياء الثقافة العربية وتوطيد العلاقة وجسور الثقافة بين العرب وغير العرب فنحن هنا من المجامع اللغوية من مجمع القاهرة من مجمع الشارقة من مجمع السودان من مجمع موريتانيا من المجلس ومكتب التنسيق بالرباط الكل جاء هنا بالإضافة إلى العلماء الأوروبيين والأكاديميين اللغويين جئنا لنحتفل بالمعجم التاريخي المشاركات من علماء اللغة العربية تنوعت في مواضيعها لكن مرجحها كان يعود إلى ما يقدمه المعجم التاريخي للغة العربية للباحثين والمختصين من رؤى وأفكار تنبع من ثراء مخزونه في الألفاظ والنصوص عبر العصول المختلفة التي تم على أساسها هذا العمل الكبير باستخدام الرغم هذه الطبعة الخامسة من المهرجان الدولي للغة العربية في هذه الجامعة الإيطالية العريقة لها دلالات كثيرة أقف منها عند دلالتين الأولى لا تراف بمكانة اللغة العربية التي أرضعت بلبانها الديني والفكري والعلمي العديد من اللغات العربية الدلالة الثانية هي أنه بجعل المعجم التاريخي للغة العربية بواقع الحال ضيف الشرفين في هذه الطبعة الخامسة من البهرجان تسجل هذه الجامعة ويسجل ضيوفها شهادة عرفان بالجميل لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي أن اليوم تحديدا للحديث عن إنقاذ العصر وهو المعجم التاريخي للغة العربية ذلك المشروع العلمي العظيم الذي يصدر لأول مرة في تاريخ العربية بفضل دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي كما شهدت المحاضرات والندوات مشاركات من الباحثين وأساتذة اللغات من دول أوروبية عديدة تناولت أصول الكلمات والألفاظ وانتقالها عبر الزمن بين الأمم والحضارات مؤكدين على الدور الذي تقدمه المعاجم التاريخية للغات من أهمية ومرجعية كبرى في فهم تطور تلك اللغات لا يمكن معرفة أهمية المعجم التاريخي إلا بعد حضور مثل هذه الندوات والجلسات مع كبار العلماء ليس على مستوى الوطن العربي وإنما على مستوى العالم فالكل يعرف قيمة أهمية وجود معجم تاريخي للغة فالشكر والتقدير كان لصاحب السمو من قبل كل هؤلاء العلماء حينما قدم لهم مثل هذا المشروع وأنجزه وأخرجه للنور لأخبار الدار كان معكم محمد ماجد السويدي مهل عن